طلق رئيس عبدالفتح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا حيث استعرض رئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع كما استعرض رئيس السيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لأعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء وأضاف المتحدث أن الرئيسين توافق على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة